طريق بري متعدد المسارات وسكة حديدية تمتد من الفاو أقصى جنوبي العراق نحو الحدود التركية في شماله يتحدث مسؤولون في وزارة النقل العراقية عن أهمية الطريق استراتيجيا للعراق وتركيا وما يتيحه للبلدين من فرص اقتصادية طريق التنمية لا يمثل طريق وسكة لا هو مشروع تنموي متكامل حينما نبدأ بالمشاريع الصناعية المشاريع الاقتصادية يعني نحن بدأنا بتنفيذ المشروع قبل لا يعلن سوف نكون سباقين مثل ما أعلننا دخول مشروع ميناء الفاو بالعمل عام 2020 إن شاء الله سوف نعلن كشركة دخول طريق التنمية بالعمل خلال الأيام القليلة القادمة ويؤكد مختصون أن طريق الحرير أساس جديد للاقتصاد المستدام غير النفطي فيما سيسمح لتركيا بنقل النفط والغاز الطبيعي من العراق إلى الأسواق العالمية مختزل المدة السفر بين آسيا وأوروبا عبر تركيا سيكون لدي العراق تجارة خارجية سيكون لدي العراق تنويع باقتصادة سيكون العراق قدرة على الاستفادة الاقتصادية من هذا الخط السككي أي بمعنى آخر أن العراق في موقع له إمكانية تصدير سلع وبضائع غير نفطية سيكون هذا الخط السككي بمثابة خطوة مهمة جدا ويرى خبراء أن على العراق استثمار الرغبة التركية بربط بلادها بطريق الحرير لحلحلة ملف المياه الذي بات يشكل معضلة حقيقية تواجه البلد بسبب ما خلفه من جفاف هذا الموضوع هو طريق الترمية للضغط على تركيا في مجال المياه بل أكو حل أو أكو مشروع ربما أنه تركيا تستفاد من عنده أنه مع هذا الطريق يتمد أنبوب المياه اللي هو ممكن أنه يكون للعراق وأيضا تستفاد من عنده بعدها لاحقا مثلا دول الخليجية ممكن أنه سوق المياه اللي عدها وتتحمل تركيا الجزء الأكبر من أزمة شح المياه التي يتعرض لها العراق بفعل السدود التي أقامتها على نهري دجلة والفرات ما خلف أزمة حقيقية في مياه الري ويرى مختصون أن على بغداد استثمار رغبة أنقرة في منحها مزيدا من الفرص الاستثمارية وبأن تفرض شروطها فيما يخص ملف المياه لتجنب أزمة الجفاف المتكررة وتحقيق نهضة زراعية تخدم اقتصاد البلد نجح العابد الحراء البصرة